ليش الذي ليقهر سليم العسلي تجويعوا ويوريوا لهم عقيدة كتالية أقوي ياسر من الكيان علش خطرهم أصحاب حق الفلسطينيين قاعدين يوريوا العالم الكل لهم أصحاب الحق أعباد مدجة بالسلاح بالإستعلمات بالعالم الكل يدز معهم وعباد وحدهم قاعدين يقاوموا ويخلطوا ويوجعوا ويظل رسالة واضحة كما قال سيبوا البابة العالم يجب أن يراجع حساباته خطر موش معقول الشيء اللي مزال هكاية عباد مسكرين عليهم مليون وتو نحب نزدم عليهم في رفح ونحب معنتها شوية نراجع ونحن نسبل في الحضيات وفي حقوق الإنسان وضحوا بات دكتور عسلي احنا بشوفوا معاك التباعات والتداعيات مثل هذية الكلر أو الحصار مش حصار فقط على خطر بش يضربوهم بالدبابات وبالصواريخ بشوفوا التداعيات الصحية على الحصار هذية بزنا معاكم في ناس الديوين فاصل لثواني وراجعين ناس الديوين نرجع لكم في ناس الديوين قاعدين يسألوا على سليم العسلي خلقيت الكتيبة سايم ما شاء الله عليهم فمشكون قال ونحييوها فما تلميذك موجود في الكتيبة سليم يقول دكتور سليم العسلي أستاذ صيدلي في علم الأحياء الدقيقة أستاذي في كلية الصيدلة في المنستير عسكري سابق في المستشفى العسكري بتونس هكا هما قدموه مش احنا قدمنا الدكتور سليم العسلي مرحبا بكم ناس الكل شكرا للكتيبة وتحية لكم عنا استخبارات في الكتيبة موجودة الاستخبارات عنا رئيس الأركيان وعنا عقيد وعنا إجماعة في الاستخبارات ما أنا ما شاء الله عليهم واضح قاعدين يخدموا في خدمتهم شكرا لكم جزيلا توا نصف نهار وخمسة وثلاثين دقيقة سيد العميد كتائب القاسم تقول صواريخ من رفح لتل أبيب تكلم أبو عبيدة البارحة واليوم كل صفارات الإنظار في أكثر من عشرين مدينة في الكيان تدوي توا أنا هكا متشوق شيخ لا شيخ أنا دعون حب نشوف ناتين ايه ايش بش يقول او وكالمهرج المتاحهم اللي حاطينه ناطق رسمي ايش بش يقول والبارح نتابع في القناة منتحم حاولوا بأقصى إمكانياتهم الضغط بيش ما تخرش الأخبار من الأول بذات بالنفي ولكن يتسألوا الناس بش يسألهم كما صار مع المقامة الليبنانية بش يوليوا صدقوا أبو عبيدة ويكذبوا معناها جهاتهم الرسمية وهذا خطير يعني وبدأ اليوم النقاش وبدأ اللغة تتبدل شوف هنوصف الوضع ساعة أولا ساعة الجيش الصيوني في حالة انهيار معنويات تام اش عملوا الإسرائيليين تاو أقحموا كتاب أكل متطرفة أكل الدينية متطرفة حطوهم القدام هذوكم معناها مغلغلين على يعني على الدم وحبوا على الدم العربي ويتكلموا هذوما ناس معناها بالحق اللي منهم الجندي يتوا بعد نتكلموا عليه فاشيين بالحق فاشيين هذوما جنود متطرفين لأن الأخرين انهاروا معنويتين ما عادش يعني اش بقاوا يخدم تاو بقاوا الدبابات في شرق رفح يحاولوا يتقدموا وحاولوا يدخلوا الرفح القوات الخاصة في جباليا وبيتلاهية القوات الخاصة اللي بش نتكلموا عليها متاوى كيفاش عملوهم ثم عنا هذوما الكتائب المتطرفة يحاولوا يقحموهم في داخل رفح هذي الصورة بسيفة عامة بخلاف نتصارين حكينا عليها ماك الكتائب متوقف شنين الصورة اليوم؟ الصورة أنه في جباليا في الأنجة الضيقة قاعدين يكلوا في طريحة قاعدين يعني عاملين فيهم لأنه قالوا لهم لابد أن تتوغلوا لأوامرجاتهم لابد أن تتوغلوا في جباليا لإيجاد معناها مركز انتقل منتاع القوات منتاع المقاومة الفلسطينية في المكان ذاك شنو صار؟ استدرجوهم مدخل نفق وخلهم دخلوا ثم أطبقوا عليهم بتبيت الحال أرضوهم بين قتيل وجريح وأسير بتبيت الحال بش تعمل القوة الأخرى بش تجي لي نجد القوات اللي أرسلهم خطروا كيفاش يبعثوا كما قولوا حظيرة بش يعني تتساكشف النفق وتعلم البقية فلما فاقوا سقطوا في كمين جئت القوة لمحاولة أنقاذ الجماع فهبط عليهم وابل من الرصاص ومن التفجيرات وأردوهم كلهم قتلة وجرحة يعني عملية مركبة نتائجها اليوم أسرى جرحة وقتلة وإبادة معناها قوة كاملة متوغلة في واحد من محاور في جباليا لاش نعودوا جباليا راهي مقبرة حقيقية نظرا لترابط المساكن وضيق الأنهج والميدان اللي فيها يخلي الحل الوحيد عن الصهاينة هو من الجو مخيم معناها بالطبع مخيم الحل الوحيد يلقوا لكن اليوم لم يعد مجدي لأنهم يضربوا في المحطم فاش تحطم معاشا ما أهداف الكلها مباني مهدمة والمباني مهدمة أصبحت فخا للصهاينة وما نحكي لكش حالة معنوية للجنود ما نحكي لكش هذا مقوات خاصة المفروض ندربين باش عرفت مقوات خاصة بصوار متاع الأسلحة اللي تحصلوا عليهم معناها توا ولا ناخذه في الأسلحة بتاع العدو بالضبط نوعية الرشاشات الاقتحام اللي شفتها يقاتلونهم بأسلحتهم اللي شفتها أنا شفتهم يعني ماذا معناها ذخائر والرشاشات الاقتحام الموجودة هي رشاشات قوات خاصة مش متاع الموجودة العادية يعني واضحة له قوة خاصة وهذه القوة والعقرية أني أنا قوة مدربة ونعمل فيها هذي كل ونزيد نستولى على أسلحتها وذخارها هاي القوة وين معناها شيء مش عجيزة عسكري بصراحة معاش نلقى كلمات معاش نلقى من الأخبار البارح في القنوات العربية والقنوات العالمية والعربية كتائب القسام تعلن عن أسر جنود كلمة أسر هي ممكن لأثرة أكثر البارح القتيل والجريح مستنسين إنتا وإحنا بالقتيل والجريح منذ سابع من أكتوبر لكن تعمد أبو عبيدة أنه يتحدث على أسر جنود البارح وقال نكتفي هذا ما يسمح لنا بنشره معناها ما أخفي أعظم بالطبع هنا لأن كل معلومة بثمنها معناها مش ممكن يعطي كل شيء كل التفاصيل هناك دائما حتى أسرار طبعا لا بد أو لا تخرج إلا بثمن ما وهذا طبعا الرهين المفاوضات لأن في النهاية المعركة العسكرية فيه كذلك هناك معركة سياسية بالطبع هنا المعركة السياسية لا تقل كذلك قيمة وخطورة عن المعركة العسكرية الصورة هنا اللي متأكد منها أنا هزت الكيان الصيوني بكثرة هي كلمة أن وجود أسر أحياء وصورتك الجندي هذاك بتاع القوات الخاصة الذي طبعا تم إدخاله أو جره داخل النفق هذه يراهي الصهاينة الجانب النفسي بالنسبة لهم مهم جدا هذا يستهزهم نفسيا بطريقك وهذه يدخل في إطار معركة الصورة بالفعل كتاب القسام والمقابل الفلسطينية في المعركة الإعلامية نجحت وتفوقت على الكيان الصيوني عسكريا يعني يعرفوا جيدا ما كيفش سوق الصورة وكما حتى قبل في مسألة تبادل الأسرة معنا في المعاملة وغيرها وغيرها علش هنا هذه بش تأثر بتأثير كبير روال اللي ساير الآن والله بكل المقاييس مش أعطيك بعض المعطيات المهمة وعليش هذه اللي سار لو ما أمس يا سماح واليوم واخذيها علي ستغير الكثير من المعادلات والكثير من الأشياء علش وأؤكد لكي أن أمريكا ستتفاوض مع حماس وستتعامل معها وستسلمها حكم غزة بشروط معينة كما عملت في أفغانستان الأمريكان لا يحترمون إلا الأقويات ينجمي صنفك كما يريد إرهابي ويقاتلك إلى النهاية ولا يعترف بك ويرتكب كل المجازر لكن في النهاية لما يراك بهذه القوة وبهذه الصلابة ويفشل في تحقيق الأهداف متاعه يتفاوض معك بشروط معينة وينتهي كل شيء نشوف هنا علش إسرائيل غير متعودة على الحروب الطويلة إسرائيل معروفة قبل حرب ساعة من ستة وخمسين إلى سبعة وستين حتى حربنا ثلاثة وسبعين دارت تقريبا من ستاشين يوم إلا جبهة سورية بقيت تقريبا أكثر شهرين نفس الشي كذلك حرب تموز ربما في الفين وستة دارت ثلاثة وثلاثين يوم يقاتل الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الصهيوني انهار انهار تماما وهم لما يقاتلون بهذه الشراسة وبهذه القوة الآن علش المعادة باش تتغير وهذا ربما يأثر حتى على العملية السياسية سننتظر عملية سياسية الآن بعدما حصل ريالنا الأمريكان ربما في النهاية صحيح هما معناها كالثور الهائج يتصرفون ويحاولوا تحقيق كل شيء بقوة النار لكن لما يفشلوا في تحقيق ذلك سيمرون إلى تحقيق صفقة ما والصفقة يبدو أنها جاهزت ولكن في هذا الكل كتائب القسام صامدة تضرب المقاومة الباسلة فالطوق موجودة فما عنصر احنا مش تغفلنا عليه لكن بما أنه الضربات متتالية ومتوالية والكر والفر فما فلسطينيين اليوم يعنيوا من إبادة جماعية ومن مجاعة دكتور سليم العسلي وفي كل مرة يقولوا أتوا نحكيوا أتوا نفهموا شنو اللي صاير هنا في البلاتو كل ما نقعد كل يوم في على مسؤوليتك نتحدث عن إبادة جماعية نتحدث عن مجاعة وعن ضرب البنية التحتية نحبوا اليوم نفهموا شو فما في غزة ماذا بقي في غزة وخاصة صحيا دكتور نتحدث عن إبادة جماعة نتحدث عن إبادة جماعة نتحدث عن إبادة جماعة ومشاركة 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 تم تحقيق من غير ستيمة لوجستيك نعم وأنتك كي تشوف فما عندها وزاعة صحة الفلسطينية تقول لك 32 مستشفى خارج إطالة الخدمة. 84% من المرافق الصحية أما بها أضرار أو دمرت مستشفى الشيفاء مجموعة ناصر الطبي مستشفى الشيفاء دي فيه 642 فرش يهز كبير كبير. أو سأقوم بمقارنة بالسبيتارات في تونس. مجموعة ناصر الطبي 765 فرش 6. موجي سليم في المرسى 300 فرش. الحبيب فامر كيف كيف. هذه السبيتارات هي الإكيبالان بالضبط سهل في السوسة أو فرحات حشيات في السوسة. أو حتى الحبيب برغيبة في السفيقس. كيف كيف. لذلك السبيتارات هي خارج الخدمة. 126 سيارة إصحاف. أمبولنس تم ددميرها. 126 سيارة إصحاف. زيدهم. تدهير 95% من شبكات المياه والصرف الصحي. 95% ما صالح الشراب أو بوتابة. زيد المجاعة والفميين. المجاعة والفميين. هذا هو كل ما يتلمه. ما يعطي؟ يعطي على المستوى الميداني تران فابورابل للمجاعة. أرضية ملائمة لكل أنواع الأمراض. أرقام الفلسطينية. 31 ألف حالة عدوى. التهاب كبدي وبائي من نوع A. إيباتيت A. 30 أميين. 570 ألف حالة التهاب في الجهاز التنفسي. أم. يتعطي على أكثر من 300 ألف حالة أخيرها. تدري ايگه في رأي اكثر من 3 مئة الف حال ينجم كل قاتل سورة تو تهبو مالي فورمغرف شوفوا في الزاج أجل كيبدا الضضع نوفني والعباد عبادل العبادل كيف تهبو سابع ربين الف حاله ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر